اشتركوا في القناة والرحمن الرحيم المشاهد الرياضي الكريم اينما كنت نسوق اليك تحايا عطرات وامان النظرات وامالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد صلاة دائمة الى يوم الدين وبعد حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا نتحدث فيها عن شخصية غياضية ملأت الافاق ولكننا نبدأها ب ان نبارك مرة اخرى للاداء العظيم والمستوى الرائع وحتى الترتيب الترتيب الرابع الجيد للفريق والمنتخب القومي المغربي الذي شاهدناه في كاس العالم اداء اقنع الجميع بان المغرب يستحق ما عليه هذا الامر لم يحدث هكذا ضربة لاذب ولكنه اثى من خلال افكار بتاع البشر قادرة على على تنفيذ رؤاها وقادرة على وضع الاستراتيجيات والخطط للوصول الى ما تريد شخصيتنا في هذه الحلقة هو فوزي لجا فوزي لجا من مواليد 1970 مدينة بركان المملكة المغربية يعني الان عنده 52 سنة انتخب رئيسا لنهضة بركان عام 2009 ثم رئيسا للجمعية الملكية المغربية لكرة القدم في نوفمبر العشرين 2013 خلفا لعلي الفاسي الفهري فوزي اللجا هو الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد او وزارة الاقتصاد والمكلف بالميزانية في الحكومة المغربية وهو في الاصل مهندس زراعي وبدأ صعود الرياضي في سل من نجاح تدريجيا حينما انتخب رئيسا في نهضة بركان وقام باعادة هيكلة شاملة في الفريق وطيلة اربع سنوات اكتسب خبرة كافية وخلال سنتين صعد بالفريق من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى في مجال كرة القدم اضاف هذه الخبرات الى سنوات في مجال التسيير المالي والاداري في اعلى الهيئات الحكومية في البلاد منذ انتخابه رئيسا لالجمعية الملكية المغربية لكرة القدم اي خلال نحو تسع سنوات شهدت الكرة المغربية تطور عظيم جدا على كافة المستفيات بفضل العمل الكبير الذي يقوده فوز لجمع ويقود به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهي المرادف للاتحاد السوداني لكرة القدم طبعا فوز اللجع هو صاحب هذا الفضل مع بقية صعبه ونجحت المغرب في هذه الفترة بتاعت تسع سنوات وفي ظل ضرف قياسي جدا في تطوير البنيات التحتية وكل البنى التحتية الكروية لينافس حتى اوروبا وأصبح يتوفر عنده أفضل ثلاثة مراكز للتدريب في العالم وده بحسب تصريح رئيس الفيفا شخصيا خلال زيارة اليوم في الرباط في نوفمبر 2020 قام فوز اللجع بتوفير عشرين ملعب معشب بمعنى عشب طبيعي على جودة عالية ومستوى عالمي جاهزين جميعا لأي تظاهر عالمية وقارية إضافة إلى بناء وتجهيز متين ملعب جديد بل عشب إصطناعي إذن نحن أمام رجل يعرف ما يريد ويعرف ما يفعل ده تم على كافة أرجاء المملكة وبالتالي المملكة المغربية من أقصاها إلى أقصاها تمتلك ملاعب جيدة ل إدارة أو للعب كرة القدم ده بيعود أيضا بشكل خاص للإستراتيجية اللي وضع اللجع وصحبه لتطوير الكرة بشكل عام حتى الكرة النسوية نالت حظها من الاهتمام ضمن مخططات اللجع وصنفت البطولة المغربية النسوية الأفضل قارية نال الأجع جائزة بدين كاتشو سيمبا لأفضل رئيس اتحاد في عام 2018 من الاتحاد الأفريقي أصبح عضوا في مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 2021 وعضوا الاتحاد الدولي فيفا في نفس العام الآن هو النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وذلك منذ 2021 بل أذهب أكثر من ذلك وأقول إنه اللجع هو الرئيس الفعلي والرجل القوي للكاف وما في حاجة تم تخطيط في الكاف إلا ويد اللجع في الفترة بتاعت السبعة سنوات إلا اللجع كان الأساس في ذلك كان هو قصف السبق في عمل كلها حتى الانتخابات التي تدار في عهد اللجع فاز الرجاء بالكومفدرالية فاز نهضة بركان فريق الأصلي بالكومفدرالية فاز الوداد بالأبطال السوبر الأفريقي كان من نهضة بركان إنما لعب الرجاء ونهضة بركان مع بعض في الوداد عفوا ونهضة بركان مع بعض في الموسم السابق وحاز الجيش الملكي على بطولة الأبطال النسوية إذن كل ما طرح في أفريقيا في الأندية كان من حق أو من نتائج كان نتائج لعمل لجع في استراتيجته في المغرب ليس ذلك في حسب إنما تقدم يعني الحاجة الوحيدة اللي طلع حتى الشباب بالمناسبة وحد من بطولات الشباب فاز بها المغرب في حاجة وحيدة خرجت من نيدهم هي البطولة الأفريقية الفاتحة اللي مشت للسنغال وده يمكن لأسباب إحنا كلنا تابعنا الخلافات بتاعة المدرب مع كبار اللعبين اللجع نفسه ما ما بيقف عند حدود اللعبين الموجودين في المغرب وإنما طاف كل العالم ليقنع اللاعبين الأصول المغربية للعب للفريق الأول في كرة القدم من أجل الحصول على نتائج جيدة في كاس العالم وشفنا كيف ظهرت المغرب في كاس العالم الأخير وكيف أنها عبر مدرب شاب ريكراقي في حدود الـ 42 سنة على ما أظن عمره استطاعت أن تصل إلى الأربع الكبار أن تكون ضمن الأربع الكبار وأن تكون في المستوى الرابع لم تهزم إلا مرتين مرة في نصف النهاية ثم مرة في تحديد الرابع وال الثالث والرابع إذن المغرب في عهد اللجع وصل إلى كل الغايات الموجودة مش كده وبس اللجع كان واحد من اثنين هما اللي أصلا تبنوا قصة السوبر ليغ الأفريقي وأنا قبل كده تحدست عن هذا الأمر إنه لجع الآن هو المسيطر الأساسي وهو الذي يدفع ناحية السوبر الأفريقي السبب إنه هو يريد أن يتبنى مجموعة كبيرة جدا من أندية السوبر فيها أندية مغربية كبيرة لأنه المسألة بتجيب قروش وتدفع قروش للمغرب لجع الآن استطاع بدهائه المعتاد أن يقنع الأمارات بالتنازل عن كاس الأندية كاس العالم للأندية بطولة كاس العالم للأندية التي تقام إن شاء الله في فبراير القادم في الرباط واستطاع أن يقنع الأمارات بالتنازل عنها واستطاع أيضا أن يقنع القطر بالتنازل عن هذه المسألة وجلب هذه البطولة إلى داخل المغرب والمسألة دي الناس يا جماعة ما كورة بس يعني أنت لما تجيب بطولة زي دي بعد حدث عالمي زي الموجود في قطر كان وهو وبعد حصول المغرب على الرابع على أنت معناها فتحت بوابة عريضة جدا جدا للسياحة في بلدك ولذلك نحن نقول أن كرة القدم ليست كرة جلدية منفوخة يجري خلفها 22 رجل أو امرأة إنما هي إحدى القوى الناعمة التي يمكن أن تستخدم بشكل جيد وممتاز لكي تضيف إلى البلد أشياء كثيرة الدورة أو البطولة ستتلعب في شهر فبراير الذي هو في عز البرد في أوروبا وبالتالي كثير جدا جدا من الناس ستجي المغرب لحضور هذه المناسبة في الوقت الذي أيضا تريد أن تشتي في المغرب في خطة أكثر دفعا من أوروبا هذا شغل بتعزل ما بفكر تحت رجلينه إنما بفكر بعقله وهو يستطيع أن يفعل ما يريد قادر على ذلك البلد مدياه براح كبير جدا استطاع أن يحقق نجاحات رائعة جدا ما سرقوا غروش البلد ما نهبوها ما كان كل همهم هو أركوب الطائرات لحضور إفنس هم أصلا ما مشاركين فيها ولا عندهم يد فيها ولا أي شيء من هذا القبيل وإنما رجال عندهم عقول نيرة وعندهم قلوب صافية أرادت أن تفعل شيء لبلاده ولو بتذكر المغرب استضاعف السودان عشان يلعب مباريات المجموعة في بلده وده تفكير سليم لأنك إنت لما تستضيف السودان تخفف على بتستضيف وبيقولوش أقل وتخفف أعباء السفر والإجهاد على لعبينك لكن نحن طبعا ما بنفكر في الحاجات نحن بنلقى المجاندة ونرعى لهذا الأمر ف يعني لك هذا حقه يعني يدرس حقه يعني أنا أرى أنه يجب أن يكون مثالا يحتزى به في كل الوطن العربي ويتعامل الرجل بقوة وهو رجل بدأ شابا يعني يسوى يمكن في مرحلة الكهولة لكن بدأ شابا في 2009 كان يعني قبل 15 سنة أو 13 سنة من الآن كان عمره واحد وقل 39 سنة هو رئيس لنهضة بركان 39 سنة رئيس لنهضة بركان وستطاع في أربع سنوات أن يجعل تيم ونادي في الدرجة الأولى ونادي قادر جدا على الفعل وهذا النجاح هو الذي دفع بالمغاربة إلى أن يقدموه إلى الأمام وأن يجعلوه رئيسا للجمعية الملكية المغربية لكرة القدم منذ 2013 وهو سيستمر في هذا الأمر وحيقدم كرة جيدة جدا للكرة المغربية المشكلة كيف يمكن أن نستفيد نحن في السودان من هذه التجربة المغربية ومن هذا المعين المعون المغرب الكبير وإحنا يا جماعة كل شيء أتانا من المغرب حتى الصوفية أتتنا من المغرب ولدينا مع المغرب كثير من الود وأفتكر أن الأندية حق نفسها تبحث عن معايشات للعبين بتاعنا للمدربين بتاعنا للإداريين بتاعنا عن معايشات وتتكفل الناس اللي عندهم نقولوش دي لتكفلوا معايشات لبعض الإداريين لبعض المدربين الشباب الجدد حتى يكونوا يعني تكون لديهم فرصة لصقل مواهب وصقل قدرات وكذا المغرب يمكن أن يفتح أبوابه للسودان بسهولة جدا جدا لو استطعنا أن نعمل العقل على كذا لكن طبعا لو أنا دائرة عشان ودخلتهم شيء يقرأ في الجامعة المغربية ولا ودعمتهم شيء يقرأ في البتاع ولا عشان أعمل لي شغول مع الجماعة ديل وكذا وبتاع ومش أشوف لي طريقة أو دائرة لي شقة هناك ده موضوع ثاني طبعا الفسادة الموجود في السودان ده ما بينتهي طبعا ما بينتهي نهاية يعني أيضا التعامل مع اللجع يضع للكرة السودانية موقع حينما يكون هناك ود وتبادل للخبرات وكذا أنت دائما تكون في عين المغاربة والمغاربة ناس أوفياء جدا أوفياء خالص وقادرين على الفعل ويمكن أن يقدموا ليك ما لا تراه يعني عندهم بالمناسبة يعني يعني رأي خاص في السودانين يعني عندهم حاجة لكن أرجو أن لا يعني نقدم للمغاربة أسوأ ما فينا أو أسوأ من فينا يعني يجب أن لا نقدم لهم أسوأ ما فينا ولا أن نقدم لهم أسوأ من فينا أنا قصدت بهذه بهذا الأمر عشان أتحدث يعني للمشاهدين عشان نتحدث عن قصة نجاح رجل بدأ عمره الرياضي طبعا ربما يكون بدأ قبل ذلك لكن أنا بتكلم عن عمره الرياضي الإداري قبل نحو 13 سنة أو 14 سنة وصل بالمغرب الآن للرابع في العالم من حيث الترتيب بتاع الفرق في كاس العالم الجمعية المغربية ما بس قصة إنه نلقى محل نقعد نلعب فيه ولا هما لا هناك الكثير يمكن أن تقدمه الجمعية المغربية الملكية المغربية لكرة القدم لأهل السودان المعايشة للإداريين يمكن أن تقدم المعايشة ل المعايشة ل المدربين يمكن أن تقدم ليس ذلك فحسب حتى المعايشة للعبين يمكن أن تقدم قصة نجاح يجب أن تدرس وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله اشتركوا في القناة